ارتفاع جنوري تتصاعد وطيرته لأسعار السلع الغذائية والوقود والخدمات ما يزيد من معاناة المواطنين رغم مزاعم الحوثي بالحفاظ على قيمة العملة الوطنية في المناطق الخاضعة له والتي فقد المواطن فيها أبصد متطلبات العيش الكريم وبات في أدنى مستوات الفاقة والجوع والحرمان وحسب مصادر محلية في صنعاء فقد اشتاحت موجة غلاء فاحشة لامست كافة السلع الاستلاكية والخدمات حيث أكدت مؤشرات مستويات الأسعار أن سعر الدولار في صنعاء وهمي ومصطنع وليس له علاقة بالواقع في وقت أسعار الخدمات والوقود والغاز والتعليم والصحة والكهرباء في مستويات قياسية وتصيدر السوق السوداء على المعروض بدلا عن المؤسسات الرسمية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل أدى إلى تزايد رقعة الاحتياج والفاقة الحقيقية لجميع السكان لا سيما الأسر ذات الأوضاع الصعبة والتي تكاد لا تستطيع التعامل مع أي انخفاض إضافي في القدرة الشرائية إلى جانب شلل الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية في صنعاء وانحصاره على سوق السلع والوقود والتوسع في فرض الجبايات والضرائب التي تضاعفها الميليشيا دون اكتراث لوضع المواطن وتتخذ ميليشيا الحوثي سياسات مصممة للحد من قدرات البنك المركزية في عدن وتقليل فعاليات جراءاته من خلال حضر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة والمنافسة للصيدرة على العملة الأجنبية والعائدات الضاربية لواردات الوقود وقد كشفت تقارير الاقتصادية أن 80% من السيولة للنقد المحلية تتكدس خارج القضاع المصرفي الرسمي بيد التجار والشركات ومحال الصرافة مصرفيون أكدوا أن سوق بيع وتداول العملات في مناطق صيدرة الحوثي شبه مجمد وكل التعاملات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي لمستوردية الغذاء والوقود تتم في المناطق المحررة إذ تلجأ البنوك وشركات الصرافة إلى فرض 120% على الحوالات النقدية من المناطق المحررة إلى المناطق الحوثية وكلها أعباء يتحملها المواطن والمستفيد منها المليشيا بالدرجة الأولى